صحيحنا النهاردة الصبح لقينا الناس كلها بتتسرخ الحق وجماعة جوجل ماب سحزفوا سينة من على الخريطة دخلت الناس كلها ببص على الابليكيشن فتصدموا فعلا سينة مش موجودة مش موجود الكلمة بتاعت شبه جزيرة سيناء باللغة الانجليزية او بالعربية بلقت الناس كلها تتكلم عن المؤامرة هل يطرى دي ضغوط على مصر هل يطرى اللي حصل ده لإعلاقة بانهم عايزين يرحلوا الفلسطينيين او يهجروا الفلسطينيين لسينة راحت الناس دورت على جوجل ماب وجوجل دول اصلها ايه لقوا اصلها ان اتنين امريكان اصلهم يهودي او يهود امريكان لاري بيج وسيرجي برين هم اصلا اللي عاملين جوجل علاقتهم باسرائيل قوية جدا الشركة اللي هي مالكة جوجل دلوقتي اللي اسمها الفابيت لسه عاملة برانش جديد لها او شغل جديد في اسرائيل كان من سنتين في 2021 في مظاهرة جبيرة جدا واعتصام جوه جوجل لعدد من الموظفين اليهود اللي اعترضوا على فكرة دعم جوجل للجيش الاسرائيلي وبدأت الناس تتكلم عن نظرية المؤامرة واصلا ايه وهم بيحزفوا المحتوى الفلسطيني كله من على المنصات بتاعتهم اذا هم حزفوا شبه جزيرة سينة من على الخريطة يبقى دي مؤامرة من جوجل ضدنا يبقى العالم كله كده عايزنا فعلا فيه مؤامرة فيه مؤامرة فيه ضغط فيه ضغط الناس كلها بتضغط علينا عشان نفتح سينة اه والحمد لله ان احنا متمسكين بموقفنا مش دي قصة لكن الحقيقة موقف صحيح مصر نشر زي كده تحقق من الاخبار قال يا جماعة الكلام الصحيح جوجل ماب ما حزفش اي حاجة والله جوجل ماب لو دخلت مش هتلاقي اصلا المناطق مكتوبة بتلاقي المدن الرئيسية ولو عملت زوم شوية على الخريطة فهتلاقي شرم الشيخ هتلاقي شبه شمال سيناء وهتلاقي محافظة جنوب سيناء موجودين لكن فكرة شبه جزيرة سيناء مش موجودة الحقيقة مقاريد بتاع صحيح مصر ما اقتنعتش قوي فبعدت دخلت على جوجل ماب ودعت ليلب سنتر بتاعهم او الكوميونيتي سنتر بتاعهم انه يا جماعة انا فلاني فلاني مصري انا داخل على جوجل ماب النهاردة لقيت ما فيش اي ليبل ليه علاقة بشبه جزيرة سيناء ولو سمحته انا محتاج توضيح منك وبعدها يمكن بربع ساعة جالي رد امير رسمي من جوجل بيقول لي كلام ده من صحيح سيناء موجودة على الخريطة بعتولي لينك لما فتحت اللينك لقيت فعلا مكتوب فيه شبه جزيرة سيناء حتى الان ما فيش حاجة حصلت جوجل ماب ما حذفش اي حاجة ليه علاقة بسيناء من على الخريطة ده بكلامهم هما كلام صحيح مصر نظريات المؤامرة كتير الضغوط موجودة مش هنختلف لكن المرة دي جوجل ماب لم تحذف سيناء من على الخريطة اشتركوا في القناة